اسمه ينبئ بالضعف ومساحته لا تتعدى نصف كيلو متر مربع ولكن الدخول اليه يعتبر مهلكة ما الذي تعرفه عن المخيم الذي دوخ الاحتلال الصهيوني فملأ الدنيا وشغلت انباؤه نشرات الاخبار وتصدرت عنوين الصحف اهلا بكم في اضاءة صغيرة على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين ذاكرة من الالم لعل ابرز دوافع المقاومة لدى اهالي هذا المخيم تنبع من تاريخه المليء بالقهر والتشريد حيث انشأ اعقاب نكبة ثمانية واربعين الى جانب العديد من المخيمات التي اجبر اهلها على مغادرة منازلهم تحت بطش العصابات الصهيونية المتطرفة وتتولى ادارة هذه المخيمات وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا الا ان لمخيم جنين مكانة خاصة لدى الفلسطينيين فهو اقرب المخيمات الى ما يعرف باراضي ثمانية واربعين ويتمتع ابطاله بروح قتالية عالية وتناغم كبير بين الحاضنة الشعبية والشبان المقاومين ونفس مقاوم لا ينقطع تمده بالطاقة حكاية الاجداد وصور الشهداء الذين ارتقوا من ابناء المخيم ومرارة التهجير والمعارك التي خاضها ابناؤه الاشاوس على مدى عقود وعلى رأسها معركة الفين واثنين والتي ظلت الى الامس القريب اكبر المعارك التي شهدها المخيم قبل ان تغطي عليها عملية المنزل والحديقة كما اسماها جيش الاحتلال الصهيوني والتي فشلت في تحقيق اي مكسب حقيقي لاسرائيل في تكرار جديد للفشل الدائم الذي يواجهه المحتل امام ابناء البلد بنادق تتربص بالعدو عملية سيف القدس في العاشر من ايار عام الفين وواحد وعشرين عملية نفق الحرية في السادس من ايلول لنفس العام حدثان بارزان في الصراع الفلسطيني الصهيوني افرزا احدى اكبر مسببات الارق لقوات الاحتلال الاسرائيلي وهي كتيبة جنين ذائعة الصيت والتي تأسست على يد جميل العموري احد منتمي حركة الجهاد الاسلامي وكان الاعلان عنها لاول مرة في اعقاب عملية الهروب تلك اذ اعلنت الكتيبة عن استعدادها لايواء وحماية الفارين من السجن والذين وقعوا بالاسر من جديد بعد عدة ايام لكن كتيبة جنين لا تزال حرة طليقة تمارس عملياتها ضد قوات الاحتلال بشجاعة وبسالة منقطعة النظير وتضم الكتيبة مقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية كسرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي وشهداء الاقصى التابعة لحركة فتح وكتائب القسام التابعة لحماس يجمعهم هدف التصدي للاحتلال واذكاء روح المقاومة ليس فقط داخل المخيم بل في عمق المناطق التي يسيطر عليها المحتل الصهيوني حيث تصدر فدائيها والذين ينفذون عمليات الطعن والدهس واطلاق النار حتى في عمق تل ابيب عاصمة الكيان الصهيوني عقبة كبيرة في طريق التطبيع احد اهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه اسرائيل بهذه الكلمات التي القاها خلال محاضرة له في واشنطن عبر وزير الجيش الاسرائيلي بني جانت عن استياء بلاده من الحالة المعقدة التي يشكلها هذا المخيم الصغير وهي مشكلة تتعدى حدود الامن والجغرافيا بل وحتى العسكرة فالسلم داخل الاراضي المحتلة يعتبر احد ابرز الشروط السعودية للمضي قدما في المشاريع التطبيعية التي حمل لواءها ترامب وتكللت في عهده بتوقيع الاتفاقيات الابراهيمية قبل ان يتسلمها بايدن وينقصها الى الان امضاء السعودية الامر الذي يفقدها الكثير من مضامينها لما للسعودية من مكانة سياسية وحضور اقليمي وعربي غاية في التأثير بمعنى ان القضاء على هذا الارق المستمر الذي يشكله المخيم يعتبر حجر اساس في كبرى المشاريع الصهيونية التي تطبخ في اقضر مطابخ السياسة العالمية وليس مجرد عملية تطويق او تحجيم للارهاب كما يسميه قادة الاحتلال ختاما يخبرنا التاريخ ان غالبية المناطق في البلدان المحتلة تشترك في مقاومة الاحتلال وقد تتزايد شراستها وتقل بحسب الكثير من العوامل الجيوسياسية والتاريخية والاقتصادية كذلك ولكن بعض تلك المناطق تتفرد بنسق خاص من القتالية والصمود يجعل منها نواة صلبة تنطلق منها عمليات التحرير الشاملة وهذا ما يأمله الفلسطينيون من مخيم جنين الصامد